عندنا الحياة موضوع مقتل السيدة ألفت جيرجس مباحث بني سويف كشفت اللغز الحقيقة واتضح انه قتل هذه السيدة كان بسبب السرقة تمكنت مباحث بني سويف من فك لغز مقتل السيدة ألفت جيرجس معلمة بالمعيش عندها 67 سنة عسر عليها مقتولة بشقتها بمدينة الفشل محافظة بني سويف منذ عدة ايام اللي قالته مباحث بني سويف ان وراء الجريمة سيدة تدعى ميرفت عين معلمة والتي أرجعت جريمتها لمرورها بدائقة مالية استحب فريق من نيابة الفشل مع قوة من الشرطة المتهمة قامت بتمثيل الجريمة داخل شقة المجني عليها بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشل كشفت المتهمة ميرفت أثناء تمثيل الجريمة ان المجني عليها كانت رفضت اعطاءها غويشة دهب هددتها المتهمة بانها تجيب واحد من قريبها بالليل ويعتدوا عليها ولما صرخت قامت المتهمة بكات نفسها وبإيدها ودار برأسها في عمود داخل الشقة قدى إلى مقتلها في الحال كشفت أيضا المتهمة خلال تمثيل الجريمة انها خدت الغويشة الدهب وفرت هاربة من الشقة يعني بتقتل عشان غويشة دهب استمعت النيابة العامة لأقوال المتهمة لأكدت انها بتمر بظروف مالية صعبة وان عليها مبلغ مالية الأشخاص تسل إلى 20 ألف جنيه ولجأت إلى تجيرة الملابس عشان تنقذها طلبت منها 10 تلاف جنيه على سبيل السلف ولما رفضت المجني عليها منحها السلفة طلبت منها غويشة دهب من الغويشة اللي بترتديها في إيدها إلا أن المجني عليها رفضت والمتهمة هددتها وإلا حصل بعد كده زي ما حكيت لحضراتكم أن هي أخدت الغويشة الدهب وفرت هاربة وقامت ببايع الغويشة وأعطت 10 تلاف جنيه وصددت جزء من المديونات اللي عليها بجد الواحد مستغرب جدا أن تحصل جريمة قتل عشان 20 ألف جنيه وأنه لهذه الدرجة الأمر يعني أمر صعب جدا عزقنا طبعا لكل أسرة المجني عليها السيدة ألفة جيرجس ويعني بنشكر طبعا مباحث بني سويف أن هي قدرت تكشف اللغز ده بمنتهى السرعة وربنا يحمي الجميع والمفروض أنه الناس اللي في ضائقة مالية يعني ما تبقاش هي الحكاية كده يلجأوا للسارقة من أجل هذا يعني عشان فك دقيتهم المالية يعني هدلوقتي استفادت إيه غير أنها تتسجن وممكن يحكم عليها بالإعدام كمان